من المغربيات من يقبلن على التسوج بالأجانب سواء عن قناعة أو رغبة بتحسين الوضع الاجتماعي أو عبر صدفة اكتملت بقصة حب وانتهت بالزواج هي سنة الحياة نعم فشريك الحياة جزء من قدر مكتوب ولكن زواج الأجانب ينتج عنه في كثير من الأحيان مآسي لا تعد ولا تحصى مناسبة طرح هذا الموضوع ارتفاع حالات الاعتداء على المغربيات من قبل أزواجهم خاصة في تركيا فبعض هذه الاعتداءات انتهت بجرائم قتل شنيعة وهو ما حدث مؤخرا مع سميرة الدحدوح التي فارقت الحياة بعد رميها بالرصاص على يد زوجها وفي التفاصيل خلاف بين سميرة وأبناء زوجها التركي انتهى بمشاجرة أسفرت عن قتل سميرة هذا المثال ليس الأول وقد لا يكون الأخير فقبل مدة قصيرة رحلت لدار البقاء إيمان غراس بعد قتلها على زوجها التركي أيضا إيمان لم تتجاوز ربيعها الثاني والعشرين هذه النماذج تفتح باب النقاش للتعرف على أسباب هذه الظاهرة والتي أصبحت تؤرق الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة المغربية وكذا الأسر التي آثرت الرجل الأجنبي على المغربي اشتركوا في القناة